السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متتبيق قناة التعليمية اليوم ان شاء الله سنتعرف على مجموعة من المستجدات وتطورات في الساحة التعليمية بالمغرب اهمها اضرابات وطنية بعد العطلة مباشرة وذلك يوم الثاني والعشرون والثائت والعشرون والرابع والعشرون من مارس ويومي الخامس والسادس من شهر ابريل ويهم ذلك الاساتذة الذين فضى عليهم التعاقد يوم الثاني والعشرون والثائت والعشرون والرابع والعشرون من مارس واضراب وطني في التعليم يوم الثالث والعشرون من شهر مارس واضراب للأسبوع الثالث مع اعطسام واضراب عن طعام الاساتذة حامل الشهادات اضراب يومي الخامس والسادس من ابريل واضراب يوم الخامس والسادس من ابريل للأساتذة المكلفين خارج سلم واضراب وطني للتعليم يوم الخامس من ابريل وذلك جاء في مجموعة من البيانات التابعة لنقابات وطنية والتنسيقية وطنية وأيضا إلى جمعيات وطنية وبالتوفيق الجميع إن شاء الله